الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً أبناء العزاء في هذه الحصة الجيدة طبعاً كتعلقين ب التراكي إعراب الجمع المذكر السالي طبعاً لعدنا في امتحان الإقليمي إن شاء الله إذن نقرأ هذا الجمل في الجول المدرسون قلقون من التأثير السلبي لشاشات الهاتف الذكي أصبح الأطفال منفصلين عن الآخرين نعم إذن كلمة المدرسون ما نوعها؟ ما نوع هذه الكلمة المدرسون قلقون إذن المدرسون فطبعاً فهي اسم وليس طبعاً اسم قلقونتها كذلك اسم المدرسون طبعاً قلنا اسم مفرده واحد المدرس أو مدرس مدرس إذن الجنس ذي له هذا طبعاً مذكر هذا مذكر نعم إذن المدرسون يدل على أكثر من إثنين مدرسون ومدرسون ومدرسون المدرسون أكثر من إثنين ثلاثة أم أربعة إذن فهو جمع ومدام أنه مذكر فهو جمع مذكر السالم طبعاً جمع مذكر السالم فهذا المدرسون أضفت لها الواو والنون إذن هذا جمع مذكر السالم أضفت له الواو المدرسون حسب الجملة ما موقعه في الإعرابي طبعاً موقعه من الإعرابي هذا المدرسون جاء في بداية الجملة وهو كاسم إذن فهو مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعاً نعم مبتدأ مرفوع وعلى ما تطبعاً إعرابي هو الواو مرفوع باش بالواو لأنه جمع مذكر السالم شوفوا الجملة الثانية أصبح الأطفال منفصلين عن الآخرين إذن الكلمة التي كتبت بالأحمر هي منفصلين أعتادر نعود إلى القلقون طبعاً قلقون نعم تبع معي مزيان قلقون هيا عن كسبه هنا قلقون نعم إذن مفردها قلقون مدرسون قلقون نعم إذن إذا قلنا المدرسون مبتدأ ما المدرسون قلقون فلكل مبتدأين خبر قلقون هنا في الموقع الإعرابي أنها خبر مرفوع خبر مرفوع وعلامة الإعرابيالوت هو طبعاً الواو مرفوع باش بالعلامة الإعرابيالوت هي الواو نعم أصبح الأطفال منفصلين عن الآخرين نعم عندنا كلمة منفصلين منفصلين قلنا هي إسم طبعاً ومفرده منفصل منفصل نعم منفصل والجزء أنه مذكر إذن هذا مفرد مذكر وهذا جمع مذكر سالم طبعاً وضيفت له الياء والنون أصبح هذا ناس فعلي الأطفال اسموها منفصلين هذا خبر إذن خبرها وخبره طبعاً أخوات كانت يكون منصوب خبرها منصوب وعلامة نصبها هي الياء منصوب بالياء إذن الجمع المذكر يومي صابه طبعاً بالياء عني الآخرين نعم عني الآخرين الآخرين هذا الجمع واحد آخر نعم إذن عني حرف وجر الآخرين اسم مجرور اسم مجرور ماذا مجرور هذا آخرين مجرور بالياء إذن الجمع المذكر السليم هو طبعاً ما دل على أكتمئة اتنين بزيادة الواو بزيادة الواو والنون شنو وجر المذكر السليم ما دل على أكتمئة اتنين هاي ما دل نكتبها هنا ما دل على أكثر من اتنين على أكتمئة اتنين مزيان وطبعاً ما دل على أكتمئة اتنين بزيادة الواو والنون أولياء والنون على طبعاً مفرده إذن جاء مذكر السايم نجيل وهنا واحد بحل خطاطة جمعه طبعا المذكري السايم يعني شنو وجه مذكر السايم ما دل قلنا ما دل على أكثر من اثنين ما دل على اثنين وطبعا نضيف له بقط إما الواو والنون أو اليا والنون هنا في حالة الرفع هنا في حالة الرفع هنا في حالة النصبي والجري في حالة النصبي نعم عدنا هنا أطبق وعين الجمع المذكر السايم في الجملة الآتية وحد موقعه الإعرابي وعلامته إعرابي المهندسون الإعلاميون يخططون لإنتاج جيل جديد من الهواتف المحمولة المهندسون طبعا هذا هو الجمع المذكر السايم المهندسون نعم المهندسون المهندسون مهندسون نعم هذا هو الجمع المذكر ثم طلبوا منا موقعه الإعرابي جاء في بداية الجملة وهو اسم طبعا فهو مبتدأ مرفوع مبتدأ نعم مرفوع مبتدأ مرفوع وعلامة إعرابي هي الواو الواو مرفوع باش بالواو نعم مرفوع بالواو المهندسون الإعلاميون نعم عندنا كلمة الإعلاميون الإعلاميون فهذا جمع مذكر السايم المهندسون الإعلاميون هنا جاء هذا نعت طبعا على موقعه الإعرابي نعتون تابع للمنعوت فالمنعوت مرفوع هو مرفوع وطبعا فهو جمع هذا نذكر السايم هذا جمع مذكر السايم لأن نعت صفة تابع للمنعوت مرفوع وعلامته طبعا إعرابي هي طبعا أنها علامة إعرابي جيد أعطى الواو هو مرفوع بالواو لأن نعت يتبع المنعوت وعيد المهندسون هذا طبعا موقعه الإعرابي أنه مبتدأ مرفوع وعلامة إعرابي هو الإعلاميون فهنا جاءت المهندسون الإعلامي هذا نعت هذا فالناعت يتبع المنعوت في الرفع وطبعا وفي التذكير والجامع وفي كل شيء تدنيوها إذن مدم أن هذا مرفوع المبتدأ مرفوع حتى النعت يكون مرفوع وعلامته طبعا رفعي هي الواو نمر إلى السؤال الموالي أستخدم الفقرة الأولى من نص هواتف الذكية في عالم اليوم جمع مذكر السلم وأحد مقلع الإعرابي وعلامة إعرابي نمر إلى النص نعم عدنا هنا شهد العالم في السنة الأخيرة تطورا في مجال تقنية العلم والتصالات حيث ألقى هذا التطور بالدلالية جميعي منع حياة الفرد ومجتمعات حيث أصبح العالم عبارة عن قرية حيث أصبح عجل الزاو فالهاتف الذكي يجمع بين ميزات متطورة إذ يسمح للمستخدمين عدنا هنا للمستخدمين المستخدمين المستخدمين هذا جمع المستخدم إذن موقعه الإعرابي أنه إسم مجرور إسم مجرور لأنك للمستخدمين هنا لإسم مجرور وطبعا علامة إعرابه هي اليا علامة إعرابه اليا إسم مجرور وعلامة إعرابه اليا نقلب لقيا شيئا أخرى هكما يجمع بين هنا منبئ ألاحاسباء وميديا وتلفزيون وفيديو مهم أيضا وفيه الكثير من الاستعمالات التي استوعزان استغنائنا في الوقت الحادث هذا الاستخدام الواسع للتكنولوجيا استخدمه الصغير والكبير نعم نبحث نبحث جميعا عن جمع مذكر سالم آخر إن ظهر لنا نعم هنا ما بليش سنمر إلى الموالي من النص نعم ها هو النص الموالي نعم أتمنى تكون يبليكم هنا والمدرسون صار الأطباء والمدرسون هذا المدرسون فوجا مذكر سالم وطبعا عطف يكون مرفوع بالوا وطبعا مرفوع بالوا وطبعا